السلام عليكم أخواتي إن شاء الله تكونوا بخير فيديو جديد سوف نوضح فيه أسأل و أسأل طريقة لفتح سلاح مارشل وهو سلاح بيستول وعنده دامج قوي في الـ Close Range تقريبا مثل الشوتكند لكن لا أظن أنه سيكون في الميطة وتقريبا لازم تكون قريب جدا من العدو وتقدر تجيب الكيل وكلما زاد الرينج سيكون دامج ضعيف جدا بالإضافة إلى وجود شيلد في الـ Warzone اللي سيجعل الأمر أصعب وأيضا مشكلة السلاح أنه في كل التلقاثين لازم تشحن السلاح يعني إذا أخطأت الهدف فلن يرحمك ونسبة كبيرة أنه رح يقتلك السلاح تقدر تفتحه من خلال شراء الباندل اللي هو بسعر 1100 نقطة أو من خلال إكمال تحدي إما في الـ Warzone أو الـ Cold War ميتي بلاير أو الزومبي رح نبدأ بالميتي بلاير الـ Cold War والتحدي هو أنك تجيب هيت شوت واحدة فقط باستعمال بيستول في 15 مباراة مختلفة وكاملة يعني لازم تكمل المباراة لكي يحتسب لك التحدي في الكلاس الأفضل أنك تأخذ سلاح الدياماتي أو الـ AMP بالنسبة للأطاشمة الخاصة بالدياماتي خذ اللي تشوفها حاليا في الفيديو و رح تساعدك في هذا التحدي بما أنك رح تستعمل السلاح الثانوي الأفضل تأخذ بـ Perk Grade وفي الـ Perks لازم تأخذ الإنجينير فلاك جاكت والنينجا والباقي تقدر تغير فيهم و رح تكون اختيارية أسرع المباراة رح تكون في الفيس أوف هاردكور حاول أنك تركز تجيب هيت شوت و رح يكون الأمر سهل نسبيا وبعدها تقدر تغير الكلاس وتكمل المباراة بخصوص الزومبي التحدي يطلب منك باستعمال البيسطول قتل 30 ديسايبل لكن بشرط أن الديسايبل قبل ما تقتله لازم يكون متحكم في خمسة زومبي الأفضل أنك تأخذ الـ Ring of Fire في الفي الـ Upgrade السلاح خذ دياماتي بالأطاشة مثل تشوفها حاليا الديو الويلد رح تساعدك كثير في طول الزومبي فلازم تأخذه اختر خريطة الماور دارتوتن لأن فيها الكثير من الديسايبل خصوصا لما تتقدم في الجوالات طريقة سهلة مع خروج الديسايبل ستسمع صوت خاص بهم انتظروا تأكد أنه يتحكم في خمسة زومبي وتقريبا في كل مرة سيأخذ في الديسايبل سيبدأ بالتحكم في خمسة زومبي مباشرة بعدها ارمي ستون او الديكوي وفعل في الـ Upgrade واقتل الديسايبل أولا ثم أكمل على باقي الزومبي كلما تقدمت في الجوالات سيأخذ 2 ديسايبل في الجولة الواحدة ستقدر تنهي التحدي بسرعة أيضا حاول وركز على تطوير السلاح في أولى الجوالات بالنسبة لتحدي الـ Warzone هو نفس تحدي الميتي بلاير كولد وير تجيب بسلاح البيستول هيت شوت واحدة فقط في 15 مباراة وتحديات الـ Warzone لا تطلب منك إكمال المباراة فتستطيع الخروج بعدما تجيب الكيل وتبدأ مباراة جديدة في اللوضة تخذ الدياماتي بالأتاشمت التالية تقدر تغير الليزر وتوضع مكانه الأوبتيك إذا كان هذا الشي يساعدك في التصويب اختر خيار ناو فيل في السكواد وإلعب طور البلاندر أفضل مكان هو ستوريج حاول أنك تجيب هيت شوت استعمل ستون رح يساعدك رح تتأكد أنك جبت الهيت شوت لما تشوف كلمة الهيت شوت في الشاشة أيضا تستطيع تتبع تقدمك في التحدي من خلال الدخول إلى قائمة اللو داوت واختيار تعديل ثم الذهاب إلى سلاح المارشل ورح تشوف إذا تم احتساب التحدي أو لا أمر مهم لما يسقط العدو داون لازم تفنشو بهيت شوت بسلاح البيستول لكي يحتسب لك التحدي فركز في جميع الحالات أنك تجيب الهيت شوت بعدما تجيب الكيل مباشرة أخرج من المباراة وأعد مباراة أخرى حتى تكمل التحدي الآن مع جزء المقارنة تحدي الملتبلاير أخذ مني ساعة و 15 دقيقة تحدي الزومبي أخذ مني ساعة و 20 دقيقة تحدي الوارزون كان الأسرع وأخذ مني 45 دقيقة فقط وبإحتساب البري لوبي أيضا فأفضل طريقة وأسرعها هي في الوارزون إلى هنا نوصل للآخر الفيديو لا كده أعجبك وستفدت شيء اشتركوا في الجرس ليصلك الجديد لكولوف ديوتي شكرا للمشاهدة تيك كير and peace